بسم الله. ازاي اعمل بطاقة تموين جديدة? لو انا ما عنديش بطاقة. الموضوع الاول كان صعب وفيه اوراق كتيرة وبتروح مكتب التموين وتلف كتير لكن دلوقتي عن طريق موقع مصر رقمية بتعملها في حوالي دقائتين او تلات دقايق. طيب بنعمل ايه? بنضخل على جوجل ونكتب مصر رقمية. بيفتح للصفحة هنا. بعد كده الاي مصر رقمية هنا وتحتها التموين. انا طبعا عايز ايه التموين? اضغط على التموين. فتح لي هنا الصفحة هنا بتاع التموين بيقول لي هنا اصدار بطاقة تموين جديدة. اضغط عليها. وبعدين انزل تحت شوية عند ابدأ الخدمة. اضغط عليها. ادخل بيانات البدالي اولا. واختر المحافظة المسجلة بالرقم القومي. وكذلك الادارة التموينية. ومكتب التموين التابع له من القوائم المتاحة امامك. يمكنك الان اضافة فرد او اكثر من افراد اسرتك لبطاقتك التموينية. اضغط على مربع الاختيار بجانب الفرد او الافراد الذين ترغب في اضافتهم. ويمكنك الاطلاع على الشروط والاحكام بالضغط على كلمة الشروط والاحكام. ثم اضغط على مربع الاختيار بجانبها في حالة موافقتك على الشروط والاحكام. واضغط التالي. والان قم بادخال البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام البطاقة عليه بالتفصيل. من خلال القوائم المتاحة امامك وهي المحافظة, رقم العقار, رقم الطابق, رقم الشقة. وتفاصيل اخرى بالعنوان. واضغط التالي. سيتم عرض كافة البيانات التي قمت بادخالها لمراجعتها. ويمكنك تعديل اي منها بالضغط على تعديل. ثم اضغط على التالي. سيتم عرض ملخص الطلب. وهو تكلفة اصدار بطاقة تموين جديدة. راجع تفاصيل المبلغ المطلوب قبل السداد. واضغط على سدد الآن. اختر طريقة السداد من الاختيارات المتاحة امامك. سواء بالبطاقة او شبكة شركات التحصيل. خالص. في حالة الضغط على السداد بالبطاقات مثل الفيزا والماستر كارد. ادخل بيانات بطاقتك بامان. قم بادخال رقم البطاقة الخاص بك المطبوع على الكارت. وادخل تاريخ انتهاء البطاقة بالشهر والسنة. ثم ادخل الرقم السري. واضغط على سدد الآن. تم ارسال طلبك بنجاح. يمكنك تتبع طلبك بالضغط على تتبع الطلب. بسم الله. لو انت موجود على بطاقة والدك او والدتك وعايز تعمل فاصل اجتماعي لانك تزوجت. سهل جدا بخلال دقيقتين هنعملها. هدخل اول على جوجل ونكتب مصر الرقمية. هيفتح للصفحة دي في مكتوب مصر الرقمية وتحتها التمويل. هنضغط على التمويل. هيفتح لي هنا الصفحة اللي بعدها هناخد اللي هو رقم خمسة اللي هو فاصل اجتماعي. هنضغط عليه. هيفتح للصفحة دي جنبها هنزل تحت شوية عند ابدأ الخدمة. اضغط على ابدأ الخدمة. يتم عرض كافة بيانات بطاقتك التموينية من بيانات البدال ورقم البطاقة التموينية وكذلك افراد الاسرة المضافين على البطاقة. يمكنك الاطلاع على الشروط والاحكام بالضغط على كلمة الشروط والاحكام. ثم اضغط على مربع الاختيار بجانبها في حالة موافقتك على الشروط والاحكام. ثم اضغط على زر التالي. قائمة المحافظة وحدد الإدارة التموينية ومكتب التموين قم باختيار سبب الفصل من البطاقة التموينية من قائمة سبب الفصل. واضغط التالي. قم بإدخال البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام البطاقة عليه بالتفصيل. من خلال القوائم المتاحة أمامك. رقم العقار، رقم الطابق، رقم الشقة، وتفاصيل أخرى بالعنوان. واضغط التالي. سيتم معرض كافة البيانات التي قمت بإدخالها لمراجعتها. ويمكنك تعديل أي منها بالضغط على تعديل. ثم اضغط على التالي. راجع تفاصيل المبلغ المطلوب قبل السداد. واضغط على سدد الآن. اختر طريقة السداد من الاختيارات المتاحة أمامك، سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل، خالص. في حالة الضغط على السداد بالبطاقات، مثل الفيزا والماستر كارد، ادخل بيانات بطاقتك بأمان. قم بإدخال رقم البطاقة الخاص بك المضبوع على الكارت. وادخل تاريخ انتهاء البطاقة بالشهر والسنة، ثم ادخل الرقم السري. واضغط على سدد الآن. تم إرسال طلبك بنجاح. يمكنك تتبع طلبك بالضغط على تتبع الطلب. أو العودة للصفحة الرئيسية بالضغط على الرئيسية. بسم الله. لو عندك بطاقة التموين وعايز تضيف لها حد من أفراد قصرتك زي مثلا الزوجة أو الأبناء، سهل جداً هنعملها في دقيقتين عن طريق موقع مصر الرقمية، هندخل أول على جوجل ونكتب مصر الرقمية. افتح لي أنا الصفحة مكتوب مصر الرقمية وتحتها التموين، هنضغط على التموين، هيفتح لي الصفحة ديه بس هننزل تحت شوية، لحتى ما نيجي عند البند اللي هو الخاص بضم أفراد قصراتي، هنضغط عليها. هكذا هيفتح للصفحة ديه اللي هي ضم أفراد قصراتي، هنزل تحت شوية عند إبدأ الخدمة أرض عليها. يتم عرض أسماء الأفراد الذين قمت بإضافتهم مسبقاً على بطاقتك التموينية. اختر المزيد من أفراد أسرتك من الدرجة الأولى. يمكنك الاطلاع على الشروط والأحكام بالضغط على كلمة الشروط والأحكام. ثم اضغط على مربع الاختيار بجانبها في حالة موافقتك على الشروط والأحكام. ثم اضغط على زر التالي. اختر المزيد من أفراد أسرتك من الدرجة الأولى لإضافتهم بالضغط على مربع الاختيار بجانب أسمائهم. سيتم عرض كافة البيانات التي قمت بإدخالها لمراجعتها. ويمكنك تعديل أي منها بالضغط على تعديل. ثم اضغط على التالي. تم إرسال طلبك بنجاح. يمكنك تتبع طلبك بالضغط على تتبع الطلب. بسم الله. لو انت عندك بطاقة تمويل وبتصرف من محافظة معينة وبعدين انتقلت لمحافظة أخرى. ازاي ان انت تنقل التمويل بتاعك للمحافظة الجديدة. الموضوع سهل جدا بياخدش حوالي دقيقتين. هندخل على جوجل ونكتب مصر الرقمية. هيفتح للصفحة ديت مكتوب مصر الرقمية وتحتها التمويل. هنضغط على التمويل. وبعد ما يفتح للصفحة ديت ننزل تحت خالص. اخر بند خالص اللي هو نقل من محافظة إلى أخرى نضغط عليها. هيفتح للصفحة اللي جنبها ديت نقل من محافظة إلى أخرى انزل تحت عند ابدأ الخدمة اضغط عليها. يتم عرض كافة بيانات بطاقتك التموينية التي أدخلتها مسبقا. ويمكنك الاطلاع على الشروط والأحكام بالضغط على كلمة الشروط والأحكام. ثم اضغط على مربع الاختيار بجانبها في حالة موافقتك على الشروط والأحكام. واضغط على التالي اختر المحافظة الجديدة من قائمة المحافظة وحدد الإدارة التموينية ومكتب التموين. وفقا للمحافظة الجديدة سيتم عرض أكثر من بدال وفقا للبيانات التي قمت بإدخالها. اضغط اختر على اسم البدال الذي تريده واضغط على التالي. سيتم عرض كافة البيانات التي قمت بإدخالها لمراجعتها ويمكنك تعديل أي منها بالضغط على تعديل. ثم اضغط على التالي. تم إرسال طلبك بنجاح. يمكنك تتبع طلبك بالضغط على تتبع الطلب. بسم الله. ازاي اعمل بطاقة بدل فاقد لبطاقة التموين? ازا البطاقة اللي عندي تلفت او حصل فيها اي مشكلة بحيس ان احنا مش هقدر نصرف بيها اي شيء بسبب ان هي ايه تلفت. الموضوع بسيط جدا. في زيتين هنعملها. هندخل على الانترنت على جوجل. ونكتب فيه مصر رقمية. هيفتح للصفحة هنا مصر رقمية وتحتها التموين. انا عايز التموين اضغط على التموين. هنزل تحت شوية عند البند رقم ثلاثة اللي هو اصدار بدل تالف لبطاقة التموين. هضغط عليها. بعد كده انزل تحت شوية عند ابدأ الخدمة لخدمة اصدار بدل تالف لبطاقة التموين. يتم عرض كافة بيانات بطاقتك التموينية من بيانات البدال ورقم البطاقة التموينية وكذلك افراد الاسرة المضافين على البطاقة. يمكنك الإطلاع على الشروط والأحكام بالضغط على كلمة الشروط والأحكام ثم اضغط على مربع الاختيار بجانبها في حالة موافقتك على الشروط والأحكام ثم اضغط على زر التالي قم بإدخال البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام البطاقة عليه بالتفصيل من خلال القوائم المتاحة أمامك ثم اضغط على التالي ويمكنك تعديل أي منها بالضغط على تعديل ثم اضغط على التالي اختر طريقة السداد من الاختيارات المتاحة أمامك سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل خالص في حالة الضغط على السداد بالبطاقات مثل الفيزا والماستر كارد ادخل بيانات بطاقتك بأمان قم بإدخال رقم البطاقة الخاص بك المضبوع على الكرت وأدخل تاريخ انتهاء البطاقة بالشهر والسنة ثم أدخل الرقم السري واضغط على سدد الآن تم إرسال طلبك بنجاح يمكنك تتبع طلبك بالضغط على تتبع الطلب بسم الله ازاي اعمل بطاقة تموين بدل فائد ازا كانت البطاقة بتحتي ضاعت الموضوع اصبح بسيط جدا وبتعمل في حوالي ايتين بدخل على جوجل واكتب مصر الرقمية هيفتح لينا الصفحة اللي بعدها مصر الرقمية وتحتها التموين هاضغط على التموين ألاقي مكتوب في تاني باند اصدار بدل فائد لبطاقة تموين هاضغط عليها هيفتح للصفحة دير أنزل تحت شوية واضغط على ابدأ الخدمة يعني أبدأ خدمة اصدار بدل فائد لبطاقة التموين يتم عرض كافة بيانات بطاقتك التموينية من بيانات البدال ورقم البطاقة التموينية وكذلك أفراد الأسرة المضافين على البطاقة يمكنك الاطلاع على الشروط والأحكام بالضغط على كلمة الشروط والأحكام ثم اضغط على مربع الاختيار بجانبها في حالة موافقتك على الشروط والأحكام ثم اضغط على زر التالي قم بإدخال البيانات الخاصة بالعنوان الذي تريد استلام البطاقة عليه بالتفصيل من خلال القوائم المتاحة أمامك وهي المحافظة رقم العقار رقم الطابق رقم الشقة وتفاصيل أخرى بالعنوان واضغط التالي ويمكنك تعديل أي منها بالضغط على تعديل ثم اضغط على التالي اختر طريقة السداد من الاختيارات المتاحة أمامك سواء بالبطاقة أو شبكة شركات التحصيل خالص في حالة الضغط على السداد بالبطاقات مثل الفيزا والماستر كارد ادخل بيانات بطاقتك بأمان قم بإدخال رقم البطاقة الخاص بك المطبوع على الكارت وأدخل تاريخ انتهاء البطاقة بالشهر والسنة ثم أدخل الرقم السري واضغط على سدد الآن تم إرسال طلبك بنجاح يمكنك تتبع طلبك بالضغط على تتبع الطلب ترجمة نانسي قنقر